بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة الثالثة قضية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ونتناول الدرس الثاني حقوق ذوي الإعاقة طبعا ظهرت الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة بسبب عدد من الاتجاهات التربوية والاجتماعية التي تنادي بضرورة إصدار قوانين خاصة بذوي الإعاقة لما لها من إيجابيات في حين رأى البعض الآخر أن إصدار مثل هذه الحقوق مصدرا للسلبيات وانتقاصا من حقوق الأفراد العاديين التربوية والاجتماعية ويعكس هذا الموقف موقف المناهضين لمثل هذه الحقوق عدد من الاتجاهات السلبية نحو مثل هذه الفئة من الأفراد والتي كانت وما زالت تنادي بضرورة عزل هؤلاء الأفراد في مراكز الإقامة الكاملة وأيضا حرمانهم من الفرص التربوية والاجتماعية وكذلك حرمانهم من فرص العمل لعدد من المبررات أهمها أن الآداء المتدني لهؤلاء الأفراد في ميادين العمل المختلفة وضرورة توفير فرص العمل للأفراد العاديين أولا وقبل توفيرها للأفراد ذوي الإعاقة ولهذه الأسباب والمبررات لم تظهر في كثير من دول العالم أي قوانين خاصة بالأفراد ذوي الإعاقة في حين أنه كثير من دول العالم الأخرى ظهرت فيها قوانين خاصة بالأفراد ذوي الإعاقة وهذه تعكس مواقف هذه الدول الإيجابية من الأفراد ذوي الإعاقة لذلك طبعا اعتبرنا قضية الحقوق للأطفال ذوي الإعاقة من القضايا الرئيسية والهمة في ميدان التربية الخاصة وظهر عديد من الأمور التي تثبت هذه القضية كقضية في ميدان التربية الخاصة لو تناولنا الآن أهمية وجود قانون لذوي الإعاقة هناك عدد من هذه الجوانب التي تظهر أهمية وجود مثل هذا القانون أو مثل هذه القانون التي تضمن حقوق هؤلاء الأطفال أول شيء جانب التعريف بالإعاقة يجب أن يحدد القانون من هو المعوق وهذا يسهل تقديم الخدمات التي تناسب كل إعاقة حسب تعريفها أيضا حقوقهم الصحية للأطفال ذوي الإعاقة الحق في الحصول على علاج وتربية خاصة حيث أن له الحق في علاج طبي وعلاج نفسي علاج وظيفي بما في ذلك الأطراف الصناعية تأهيل طبي تأهيل علاجي أيضا كشف مبكر عن نوع إعاقته حتى نستطيع التخفيف من هذه الإعاقة ومن آثارها التي تؤثر على هذا الطفل أيضا حقوقهم في التعليم من حق الطفل ذوي الإعاقة أن يأخذ فرصه في المجال التعليمي ويجب وضع البرامج التعليمية والتدريبية حسب مستوى الإعاقة لدى الأطفال ذوي الإعاقة كما يجب على المعلم أن يتجنب العقاب والتأنيب للطفل وتعزيز كل عمل يؤديه بنجاح وتجنب المواقف التي يفشل فيها حتى لا ينتاب اليائس ويفقد الثقة بالنفس أيضا حقهم في الحماية من الأذى والاستغلال لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة دائما لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وينبغي اعتماد وتطبيق تدابير تمنع التمييز ضدهم ونكفل لهم كرامتهم ونعز اعتمادهم على أنفسهم وأيضا أن يسر اشتراك الطفل في أنشطة المجتمع المحلي اشتراكا فاعل أيضا من هذه الجوانب الحق في العمل والاكتفاء الاقتصادي طبعا العمل واجب مقدس يقفل الإنسان الناحية الاقتصادية ولا يجعله يعتمد على غيره بل يجعله يثق بنفسه ويسق المواهب حينما يمارس العمل الذي يناسبه فذو العجز لهم الحق في أن يعملوا حسب قدراتهم حتى يقفلوا لحياتهم المستوى المادي والاجتماعي أيضا لهم الحق في التنقل والسفر والترفيه بالرغب من أن التنقل والسفر هو حق من حقوق ذوي الإعاقة إلا أن نجد مجتمعات تقف متناسية هذا الحق أنه من أهم حقوقهم فتحرمهم من حق التنقل سواء داخل مدينتهم أو داخل بلدهم أو خارجها أيضا لو انتقلنا لنرى الحق في الزواج والإنجاب كل إنسان طبعا من حق أن يستقر وتكون له حياة زوجية يحيى مع إنسان يختاره ويكون له أولاد ويعيش في بيت ويؤسس مع شريكه وتكون له علاقات أسرية مع المجتمع هذا طبعا من أهم حقوق الإنسان والشخص ذوي الإعاقة إنسان من حق أن يمارس جميع الحقوق التي يمارسها الآخرون طبعا آخر شيء الحق في الاختيار واتخاذ القرار طبعا ذوي الإعاقة له نفس الحقوق من المشاركة في جميع المجالات وله حق الاختيار وتقرير مصيره وذلك لأنه ليس هناك مجتمع يسير بشكل طبيعي وجزء منه ليس له رأي إذن مصلحة المجتمع كامل أن نتشارك فيه بآرانا وأفكارنا لكن الواقع الآن غير ذلك شكرا